The Intel Lab كشف تحركاته مثيرة في واحدة من أخطر المنشآت للصواريخ الباليستية في الداخل الإيراني وهذه طبعاً المنشآة هي موجودة في محافظة كرمنشاه الإيرانية طبعاً هذه هي الأراضي الإيرانية وهذه هي الأراضي العراقية المنشآة أو المحافظة عفواً هي محافظة كرمنشاه موجودة بهذه النقطة غرب إيران وهي تبعد تقريباً 142 كيلومتر فقط وطبعاً المنشآة هي بجانب حقيقة محافظة كرمنشاه وإذا ما ردنا نلقي نظر على هذه المنشآة لكي نعرف أين هي بالضبط سنلاحظ بأن هذه المنشآة هي موجودة حقيقة تحت الجبال هذه هي محافظة كرمنشاه والناس وين ساكنة بهذه المنطقة وطبعاً هذه المنشآة موجودة تحت الجبال موجودة كل الصواريخ الباليستية تحتها ونالك الصناعة كبيرة جداً لهذه الصواريخ الباليستية وكذلك يعني إذا ردنا نعرف مثلاً التفاصيل لهذا الموضوع أن طول هذه المنشأة تحت الأرض يصل تقريباً إلى 10 كيلومتر وكذلك عرض هذا المكان يصل إلى 14 كيلومتر وهناك بوابات هناك بوابتين وافحة هي بالنسبة لهذه المنشأة وكيف يدخلون لها وهذه طبعاً البوابات هناك بوابتين بهذا الاتجاه بوابة للدخول وللخروج وكذلك هناك أيضاً نفس الشيء دخول وخروج من هذا الاتجاه هناك أصلاً بوابة رئيسية للدخول مو كل واحد يدخل لهذا المكان يجب أن تكون مخولاً لكي تدخل إلى هذه المنشأة وبالتالي يعني حقيقة سيؤدي إلى عملية الدخول بهذا الاتجاه أو يتم الدخول بهذا الاتجاه إلى الداخل الآن هذه المنشأة للصواريخ الباليستية هي كشف عنها في شهر الواحد 2021 ولكن الأمر الجديد والتحرك الجديد الذي صار بهذا المكان هو صار في هذه النقطة تحديداً بعدما كانت متوقفة عمليات الحفر والشغل في هذه المنطقة لمدة سبعة أشهر الآن عاد الأمر في شهر ثمانية تحديداً فلذلك إذا ما ردنا نشوف هذه النقطة ونشوف هذه المداخل بعدها ننتقل إلى هذه النقطة لكي نتعرف على طبيعة ما جرى فسنلاحظ أنه فعلاً المداخل لهذه البوابات الأولى التي تحدثنا عنها طبعاً بالنسبة للمشأة أنه تصير تحت الجبال بالنسبة للمشأة الصاروخية الباليستية كما تحدثنا وإذا ما انتقلنا إلى البوابة التي تحدثنا عنها اللي صارت بها المتغيرات هذه هي كما نلاحظ الدخول والخروج لهذه المنطقة وإذا أخذناها من زاوية أخرى لكي نعرف ما الذي حدث في هذه النقطة تحديداً سنلاحظ أن التغييرات لهذه الصورة القديمة طبعاً هذه البوابات كما تحدثنا التغييرات صارت سنلاحظ بأن هناك كثير من التغييرات بهذا الاتجاه وهو بهذا الاتجاه وكذلك صارت تغييرات أيضاً بطبيعة الحاويات هنا والسيارات اللي موجودة وكذلك بطبيعة الحفريات في هذه المنطقة وإذا ما رحنا طبعاً هذا التقرير الذي نتحدث عنه هو جاء من The Intel Lab تحديداً في تاريخ 24-28-2021 فلذلك إذا رحنا إلى الصورة إلى تاريخ 24-28-2021 سنلاحظ كل التغييرات التي تحدثنا عنها طبعاً صارت وبالتالي نريد أن نركز الآن على طبيعة أين هي الحفريات بالضبط هي صارت بهذا الاتجاه بهذه النقطة تقريباً دعونا نعود إلى الصورة الأساسية مقربة لكي نلاحظ عملية الفروقات اللي صارت في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة ونتحول إلى 24-28-2021 اللي هي تقريباً قبل شهر سنلاحظ فعلاً أن هناك تغييرات كبيرة جداً هناك حفريات في هذه النقطة حفريات في هذه النقطة وكذلك في هذا الستركتشر كلها حفريات كذلك هناك شاحنات قلابة بهذه النقطة شاحنات قلابة أيضاً وأيضاً هناك سيارات كثيرة تقريباً 23 سيارة مقارنة بالصورة اللي قبلها اللي هي موجودة بها 9 سيارات فقط بالإضافة إلى ذلك طبعاً إلى الكنتينرز والحاويات وطبيعة متغيرات أيضاً بهذا الاتجاه موجودة وهذه كلها الدلل بأن هناك حفريات مستمرة بدأوا استأنفوها الإيرانيين رغم المفاوضات النووية الإيرانية والرغبة بالعودة إلها والمماطلة الكبيرة الموجودة من طرف طبعاً إيران والمطالبات مالتها للولايات المتحدة الأمريكية بالتنازل وغيرها فإيران الآن استأنفت هذه العملية وبدأت توسع من طبيعة هذه المشأة للصواريخ الباليستية طبعاً المهمة والمثيرة للغاية الآن مو بس إيران اكتفت بهذا الموضوع بل إن هناك أمراً أيضاً بدأت تتحرك عليه ولكن هناك أي طبيعة مفاوضات أو غيرها هذا الأمر هو متعلق بين إيران وبين فنزولا المعاقبة والتي تعاني من الكثير من المشاكل الآن فنزولا بحسب خمسة مصادر للرويترز اتفقت مع إيران على أن تسلمها النفط الثقيل وإيران تسلم شيء اسمه مكثفات نفطية وطبعاً هذه من شأنها أن تقوم بتنقية النفط الفنزولي وطبعاً الفنزوليين محتاجين إلى هذه الأمور بكل تأكيد بسبب طبيعة الانقلاب اللي يعانوا منه بسبب طبيعة المشاكل اللي يعانوا منها وبسبب طبيعة العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يعني إذا ألقينا نظر على طبيعة الإحصائيات الاقتصادية اللي عندهم مشاكل خطيرة جداً يعني بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي اللي هم واصل إلى سالب 26.80% نراها باللون الأحمر الغامق كذلك الانفليشن ريت اللي هو التضخم جداً عالي يعني التضخم واصل إلى 2719.5% رقم مهول ومخيف رغم أنه البطالة الانامفليمنت ريت اللي عندهم 6.4% يعتبر يعني رقم جداً ممتاز بالنسبة للبنزولة ووضع بنزولة لكن التضخم هو يقتل كل شيء والتضخم طبعاً هذا معناتها بأنه أنت راتبك دي يجيك ما دي يكفيك وصار كل شيء غالي عليك فهذه المعاناة بالنسبة لهم وإذا ما ركزنا على طبيعة التضخم هنا بالنسبة للبنزولة حتى نفهم هذا الأمر بشكل واضح أنه من شهر الواحد 2021 نلاحظ أنه كانت 2665.4% بالنسبة لأحصائية التضخم اللي عندهم والآن إلى أن وصلنا إلى آخر أحصائية بحسب التريدينج إيكونوميكس بعدهم لا زالوا بل ارتفعوا إلى 2700 ارتفعوا قليلاً انخفضوا مرة ثانية دي يحاولون أن يعالجون هذه الأمور ولكن صعبة وصعبة لغاية ذلك بالنسبة لبنزولة هذه الصفقة مهمة جداً ولكن مثل ما قلنا بنزولة معاقبة إيران معاقبة وهذا الأمر محرم تماماً والولايات المتحدة الأمريكية تستطيع معاقبة بنزولة وإيران الآن على هذا الأكشن اللي المفروض ومتوقعه بحسب الاتفاق أنه خلال هذا الأسبوع يصير عملية تسليم النفط الثقيل إلى إيران ومكثفات النفط التي تحدثنا عنها الإيرانية أيضاً أن يتم خلال هذا الأسبوع ويبدأ عمل مشترك فبالتالي إيران ده تتحدى وده تضغط مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الآن واضح فرض عقوبات على أي طرف ولا حتى تستطيع أن تفرض أي عقوبات على مشأة الصواريخ الباليستية التي تحدثنا عنها وعلى طبيعة التقدم الموجود لأنهم يريدون أن يرجعون إلى الاتفاقية النووية يريدون العودة بشتى الوسائل وبعدها يتحركون على هذه الاتجاهات ولكن إيران واضح جداً هي تتزيد من عوامل الضغوط وحتى وزير الخارجية الإيراني يضغط ضغطاً كبيراً على الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنه قال بأننا سنعود إلى المفاوضات النووية بريسون قريباً جداً وهذه مشكلتها إلى تعريفات كثيرة جداً في الولايات المتحدة الأمريكية ومخليتهم يفكرون أنه ما الذي يعنيه أن يعود قريباً جداً هل هي الآن؟ هل هي بعد أسبوع؟ هل هي بعد أسبوعين؟ فهذه مسببه مشكلة لهم وكذلك أنه بصريحة العبارة قال للولايات المتحدة الأمريكية أنه بالعكس سنطالب أمريكا أن تتنازل بعد أكثر وترفع عنا العقوبات كاملة لكي نرى أن هناك جدية رئي العودة إلى المفاوضات النووية فبالتالي الوضع واضح بالنسبة للإيرانيين في تقدم إلى إمكانية الحصول إلى القنبلة النووية وهذا الأمر طبعاً سبب استياءاً لدى الأمينة العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرس الذي قال بصريحة العبارة بأن هناك في العالم 14 ألف سلاح نووي موجودة وأن الآن البشرية كلها ليست ببعيدة من الإبادة النووية ويجب أن نعمل على تخليص العالم من هذه الأمور ولكن نيويورك تايمز ببحث من خبراء وجدت بأن الأمور ليست بهذه الجدية وأن حتى لو إيران وصلت إلى القدرة للوصول إلى القنبلة النووية فهي تحتاج إلى وقت أكبر للوصول إلى السلاح النووي فشوف شون اللي قالت هنا نيويورك تايمز يقدر الخبراء إمكانية إيران لإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع القنابل بشهر أو شهرين لكن الأمر سيستغرق 18 شهراً أو أكثر لتحويله إلى سلاح نووي أي بمعنى آخر بأنه لا زال الولايات المتحدة الأمريكية كثير من الوقت من أجل معالجة هذا الأمر ومن أجل العودة للمفاوضات ومن أجل الوصول إلى طبيعة اتفاق مع إيران ولكن السؤال في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه التحديات هل إيران مستعدة لأن تعود للمفاوضات النووية أو للاتفاق النووية ظل سؤالاً كبيراً مطروحاً على كل المستويات